استبعد السياسيون حدوث أي إصلاحات في النظام السياسي بالعراق على المدى القريب وعلى الأقل خلال الدورتين البرلمانيتين الحالية والمقبلة السياسيون قالوا أن إصلاح النظام يكون عبر طريقتين الأول عبر الطبقة الحالية الموجودة في السلطة ويبدأ من الإصلاح الاقتصادي لكن لا توجد أي نية للسياسيين لتغيير طريقة إدارتهم للدولة وطريقة الثانية هو تغيير النظام عبر إزاحة القوى الحاكمة من خلال الانتخابات وهذا الخيار سيؤدي إلى الصدام المسلحة مع الميليشيات والأحزاب الحاكمة كما حصل عام 2021 حيث وصل الصراع إلى حد القتال المسلحة لافتنا إلى أن النظام الحالي اتسم بغياب الديمقراطية الحقيقية حيث أن تفسيرات المحكمة الاتحادية خلقت ديمقراطية عدم الغالب التي يتساوى فيها من يمتلك مقعدا في البرلمان مع من يمتلك سبعين مقعدا مدامة الأمور ستحسم عبر التوافقات والتنازلات